تعالى وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان في هذه الحلقة هذه الحلقة التي قررت أن أضعها ساعات قبل إعلان نتائج القرآن الأمريكية لسنة 2023 أولا قبل الحديث في موضوع هذه الحلقة أودت أو تمنى الفوز للجميع إن شاء الله وأن يكون هذه السنة سنة خير أهل الجميع وتنسينا ما شاهدناه في السنوات الماضية معك من الأسف ومرة أخرى أتمنى حض صعيد للجميع يعني من الخليج إلى المحط بالنسبة للقرآن الأمريكية لسنة 2023 غالبا أقول غالبا غدا النتائج غدا السبت سابع ماي من سنة 2022 سوف يكون هو موعد يعني إصدار نتائج القرآن الأمريكية لسنة 2023 كما تعلمون قبل أيام وضعت فيديو وشرحت فيه أنه لست متأكد ربما يكون يعني تاريخ إصدار نتائج هو يوم الأحد الموافق للثامن من ماي لكن اليوم بعد بحث وجدت بأنه هناك لجنة في يعني وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنه نتائج سوف تكون يوم السابع من ماي الذي يصادف غدا السبت إن شاء الله ربما الآن هو ليلا في بعض دول الشرق الأوسط لأنه الآن في شرق الويت المتحدة الأمريكية فقط السابعة والربع مساء فعلى كل حال مرة أخرى كما قلت أتمنى حض سعيد للجميع وفي هذه الحلقة سوف أركز على معلومات بسيطة بالنسبة للإخوان الجدود الذي نقدمه على القرى الأمريكية لأول مرة هذا الموقع الذي تشاهدونه على شاشتكم الآن هو الموقع الرسمي الذي يمكنكم الدخول عليه غدا إن شاء الله لمعرفة نتيجة يعني الانتقاء فكما تعلمون الرابط سوف أدعو لكم أسفل هذا الفيديو يمكنكم الدخول على هذا الموقع الدخط على هذا الزر check status يأخذكم إلى هذه الصفحة بعد ذلك تضغطون على continue أو تابع يأخذكم إلى هذه الصفحة غدا إن شاء الله سوف تكتبون مثلا ال confirmation number وهو الرقم الذي قمتم بكتابته أو ربما بنسخه يوم التقديم على القرى الأمريكية في أواخر السنة الماضية كما تعلمون حينما نقدمه على القرى الأمريكية أطلب من الجامع دائما أن يحتفظ بالصفحة النهائية وهي الصفحة التي تدل على أنكم قمتم بإرسال طلب التقديم فهناك رقم يطلق عليه بال confirmation number أو الرقم التأكيدي ويبدأ دائما بسنة القرى مثلا سوف يكون الرقم التأكيدي لكم وهو 2023 وبعد ذلك تقومون بإدخال المعلومات المتبقية هذا بالنسبة للناس الذين يريدون البحث عن نتيجتهم والذين يتوفرون على confirmation number فحينما تقوم بإدخال ذلك الرقم يطلب منك هنا إدخال الإسم العائلي أو الكنية يعني اسم عائلتك مثلا هل أنت الزرقطوني هل أنت الجامعي مثلا فهنا يعني الإسم العائلي للعائلة بعد ذلك ننتقل هنا إلى تاريخ الميلاد أو سنة الميلاد كما تلاحظون لا يجب كتابة الشهر واليوم يكتب فقط السنة مثلا 1980 مواليد سنة 2000 وهكذا فهذا أقصد به سنة الميلاد بعد ذلك نقوم بإدخال الكابتشا هذه كما تلاحظون بالطبع سوف تختلف من شخص إلى شخص وأنا ذلك تضغطون على كلمة سمت أو إرسال إن شاء الله أتمنى الخير للجميع بدون استثناء إذا ظهرت لك كلمة has been selected فمعناه تم انتقاؤك في القرعة العشوائية في الانتقاء الأولي إذا ظهرت كلمة has not been selected فهذا معناه أنه معك الأمين الأسف لم يتم انتقاؤك فهذا بالنسبة لطريقة البحث ومعرفة النتائج الآن أنتقل إلى حالة أخرى حالة أخرى تريدني العديد من التساؤلات بخصوصها وهي بالنسبة للإخوان الذين فقدوا مثلا إيميلهم أو فقدوا بردون إلكتروني أو فقدوا ما يسمى بالconfirmation number فإذا كنت في هذه الحالة فقدت الconfirmation number فيمكنك معرفة النتائج بالرغم من ذلك فكل ما عليك الضغط إلا على كلمة فورغت أو فورغت confirmation number هكذا سوف يأخذك إلى هذه الصفحة بالطبع غدا ستكون هنا سنة 2023 ليس سنة 2022 يجب اختيار 2023 لأن ما أتحدث عليه الآن هو يعني ما يخص قراءة الأمريكية سنة 2023 فلنقول أنك قمت باختيار سنة 2023 الآن يجب عليك في هذه الخانة إدخال اسم العائلي للعائلة اسمك العائلي بعد ذلك تدخل اسمك الشخصي أحمد محمد مصطفى جواد كذا 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 الميد النايم أفضل عدم اختيار الميد النايم لأنه كما أقول في العديد من الفيديوهات في السنة الماضية أغلبية العرب ليس لديهم ميد النايم لأن الميد النايم ليس هو الاسم الثلاثي ليس هو مثل اسم الأب أو اسم الجد الميد النايم هو لقب يطلق هنا في الوية المتحدة الأمريكية حينما تتم تسمية الأطفال هنا في أمريكا هناك العديد من الأمريكيين الذين لديهم ميد النايم وهناك أشخاص ليس لديهم ميد النايم ففقط للتذكير الميد النايم ليس هو اسم الأب أو اسم الجد فيجب اختيار هذه الخانة وإدخال فقط اسم العائلة والاسم الشخصي ننتقل إلى تاريخ الميناد كما تلاحظون في هذه الحالة يتم مطالبة إدخال تاريخ الميناد بمعنى الشهر الذي ولدت فيه هل هو شهر فبراير هل هو شهر مارس هل هو شهر ينايل وهكذا وبعد ذلك تكتبون اليوم الذي ولدت فيه هل هو الفاتح من مارس هل هو الفاتح من ماي هل هو الثالث من غوش وهكذا وهنا بالطبع تكتبون السنة بعد ذلك تقومون بإدخال البريد الإلكتروني الذي تسجلتم به لا يهم الآن هل سوف ترسل لك رسالة البريد الإلكتروني أو لا تذكروا أنه لن تتوصل برسالة أو أي شيء في ذلك البريد الذي تسجلتم به يوم المقابلة لأن الآن نحن نوضح كيفية الحصول أولا عن النتجة إذا مثلا إن شاء الله حصل خير وتم انتقاؤك في القرى الأمريكية أنا ذلك تقوم بفتح حساب جديد لكن الآن يجب إدخال الحساب البريدي أو البريد الإلكتروني الذي تسجلت به يوم التقديم بعد ذلك تدخل إن شاء الله الكابتشا وتقوم بسبمت وتعرف النتيجة النقطة الأخرى التي أوضحها الآن شرحت طريقة بسيطة التي لا تخفى على أحد ربما الجدد ربما لا يعلمون هذه الطريقة وربما هناك عديد من الإخوان على اليوتيوب الذين سوف يقول لك الطريقة الصحيحة ليست هناك طريقة صحيحة وطريقة مغلوطة هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الحصول أو التوصل إلى المعلومة الخاصة بنتيجة القرى الأمريكية لسنة 2023 أريد أن أوضح شيء وهو أنه هناك أمرين يجب التركيز عليهم قبل أن أكمل هذا الفيديو أولا أنه حين يتم الإعلان عن النتائج أولا يتم الإعلان عن النتائج حسب توقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن النتائج سوف تصدر يوم السبت السابع من ماي الساعة الثانية عشر زوالا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت الآن كما تلاحظون هي السابعة وعشرين دقيقة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية ربما توقيت المغرب والحادي عشرة ويعني التلت في المغرب مثلا في مصر ربما الساعة الثانية صباحا أو الثالثة صباحا فيجب أن نعلم أن هناك فرق زمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم فيجب أن نعلم هذا الأمر أنه من أبسط الأمور أنه الساعة الثانية عشرة في توقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية هو الرابعة في توقيت مثلا المغرب الخامسة في توقيت الجزائر السادسة في توقيت مصر وربما السابعة في توقيت مكة المكرمة بهذا الأمر يجب أن يأخذها الإنسان بعض الاعتبار خصوصا أولئك الجدد لأنه ربما سوف تصلني رسائل صباحا هذا اليوم أكون مثلا نائم لأن هناك فرق زمني ويخبروني بعض الإخوان أنهم دخلوا على الموقع ولم يتوصلوا إلى النتيجة النتيجة الساعة الثانية عشر بمعنى أنه غالبية الدول العربية ربما ستتوصل إلى النتيجة مساء السبت يعني أواخر سبت يعني يوم الغد هذه أول شيء ثاني شيء ورد التركيز عليه والذي يتم الحديث عليه مرارا وتكرارا وهو أنه حينما يتم الإصدار النتائج غدا السبت يكون هناك ضغط على الموقع فهناك العديد من الناس الذين ربما سوف يواجهون لا قدر الله يعني صعوبة في الحصول على النتيجة كل ما عليهم القيام به هو الانتظار يوم أو يومين وبعد ذلك يحاولون الدخول على الموقع لأنه غالبا هذه صار تقريبا ثلاث سنوات أربع سنوات كان الموقع يعرف ضغط وأن ذلك ينهار النظام ويحصل مشكلة فيتم الحديث على أنه هناك ربما حالة أنه سوف يتم أو يكون هناك انتقاء آخر إخواني أخواتي كما قلت الانتقاء الثاني غير موجود ربما وقع سنة واحدة أو سنتين منذ دور القرآن في سنة 1995 لكن أقولها بصراحة لن يكون هناك انتقاء لا قدر الله إذا وقع شيء يعني في النظام أو تم اقتراق النظام أو انهار النظام أن ربما يتم تصليح الموضوع ويتم يعني الإعلان على أمر ما على الموقع الرسمي للوزارة الخارجية الأمريكية إذا لم يكن هناك أي خبر في الموقع الرسمي للوزارة الخارجية الأمريكية فتذكروا إخواني أخواتي أن كل ما يتم القول أو القيل بخصوصه في وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد كذب وبهدان مرة أخرى إخواني أخواتي نعم سوف يكون هناك ضغط على الموقع لأنه في جميع أنحاء العالم كل الناس الذين تقدموا على القرآن الأمريكية سوف يدخلون ذلك اليوم تلك الساعة على الموقع فيمكنك الصبر يوم يومين وبعد ذلك إن شاء الله تدخل على الموقع ونتعرف على النتيجة فهذا باختصار كما قلت المعلومات الخاصة بطريقة الدخول على الموقع ومعرفة النتائج مرة أخرى أتمنى حظ صعيد للجميع بدون استثناء ذكورا أو إناثا مغاربة أو غير مغاربة نتمنى لها خير إن شاء الله وأن تكون هذه السنة أفضل من السنوات الماضية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته